كيف تعمل الويب سايت للبث المباشر؟ بتجيب مصاري؟ بتجيب برنامج؟ بتحطهن بميكسر؟ اذا حسيت الخلطة ما زبطت معك زيد عليها شوية نينجا وحب تشراوه و اذا بعد الخلطة اصبالي يعني اكيد عم تعمل شي غلط جرب غير وصفه من بعد مايكروسوفت اعلنوا عن نقلة نينجا على ميكسر طلع كثير اخصائية وفسروا بكل التفاصيل عن لاها النقلة فاشلة وحاكي عنا بالفيديو هيدا و ازادها حديثة معلومات جدا فرجت انه نينجا صار مجمع لها مليونين ونصف سبسكرايبر عم يكسر بس ارقام مشاهدينه بالارض يعني مش بس قدرنا انه راح تفشل هلأ عم نشوفها عم تفشل عن جد فشو عملوا مايكروسوفت بس شافوا انه نقلة نينجا لعندون كانت غلطة جابوا شراوه المشكلة مش بالشخص اللي عم بتجيبوه المشكلة بالفكرة اللي عم بتجربو الطبقوه شو مفاكريين حالكم فريق فوتبول يعني؟ بتجيبو كريستيانو رونالدو وقبل ما يوصل عالملعب بتكونوا بيعين قمصان بحقه؟ لا بعد ما وصلنا لهونيكة بعد ما وصلنا له المرحلة وما وصلنا لمرحلة تنتفع بهاك موضيع واصلا واضح انه اللي بيحضروا الستريمز معلقين بالويب سايت اللي عم بيحضروا عليه اكتر من معلقين بالشخص اللي عم بيحضروه واول مثل نينجا اللي بيحبوه توزعه عقنوات البقية وبس 8% من اللي كانوا متابعين وراحوا معوه فلا فكروا بمايكروسوفت انه شراود هو رح يغير المعادلة وبين شراود ونينجا صاروا دافعين 100 مليون دولار 100 مليون دولار اللي يجيبوه شخصان يعملوا ستريم خيي يعطينا نصف مليون بعملك ستريم ويب سايت متل ما هو اكيد كان في 100 مليون طريقة مختلفة ليصرفوا هالمصريات ولا شايفوا انه يعيدوا غلطتهم مرة تانية هو المسار الصح يمكن جماعة مثلي ما بيغلطوا مرة واحدة يغلطوا 3 ا4 مرات بس لا يكونوا اكيدين انه يغلطوا وبلش الاعلام شراود باول نهار عميكسر عم بكسر كل ارقامه السابقين على تويتش وبدل ال40 الف مشاهد اللي كانوا يجيبوهن جاب اول نهار عميكسر 78 الف مشاهد وكيف مسائبة اول نهار عم يعمل ستريم فيها شراود عميكسر هو اول نهار تنزل call of duty modern warfare يعني اصلا كانوا يقبوا مشاهداته فما فينا نهار نهار اصدار مع نهار عادي على تويتش بدل الهار نهار اصدار مع النهار اصدار يعني بس صدرت ايباكس شراود لم يكن عنده 40 الف متفرج على تويتش لم يكن عنده 78 الف متفرج على تويتش شراود كان عنده 23000 على تويتش 23000 تريبل جايبو عميكسر باول نهار بيجي عميكسر فيه عند اصدار اكتر لعبة fps مشهورة بالعالم وهو اكتر fps تريمر مشهور بالعالم وبرده جاب التلت اللي كان يجيبو عا تويتش وهيدي مع كل الضجة الاعلامية اللي عملتها call of duty والعمالة شراود بها النقلة وكل ضغط مايكروسوفت وراء ليناشحو يبعينوه بصورة حلوة كيف يعطونهم شهداتهم بالاعلامها الصحفية كيف صادوا صحفية يكتبوا مقالات ويتفلسفة وهن الكابس تاني لا يكتبوا لا يتأكدوا من حديثهم بالجيتس ادمي لا يقطي شروس فما تخافوا تحكوا الحقيقة ويمكن تويتش مدرشو عامل للعالم اللي هلقدم عصبين منا وعم بجربوا يرسموه بها الصورة البشعة بس برده ما في سامح العالم انه كيف بقى القرار فاشل تاني هو ذاته القرار الفاشل الاول واقفينه عم بزقفه لمايكروسوفت شو نعامات؟ ولأكد لكون زيادة انه هيك نقلات راح تضاعف لستريمر وما راح بقى تفرق معوه فوتوا على ستريم نينجا هلق عمكسر بيتلعبوشكن عبارة هيدا البث للبالغين فقط مين كان جمهوره لنينجا؟ تلميزية معات؟ كانوا أطفال بس ما مقفر اني معه أرقامه وبدو يقعد يرخيه ويشبق حكي يمين وشمال لانه ما قاله جلادي بقى يضبط حاله لانه منه مضطر معاشه ووصده وقابضه ومش عايز بقى أرقام بس جبتو الشروت فكركم راح يصير في منافسة بيناتن؟ راح يقعد هو ونينجا بان الملايين طبعا يرخوا ويعيشوا حياتن؟ وما بقى حيجربوا بقى يحسنوا المحتوى أو يجربوا يجيبوا عالم على البلاتفورم لانه مش مضطرين ما عمقول بكرا اذا صار عندي مليون سبسكرايبر راح اطلع بالفنلا بس عمقول بس يكون البطن ملان ما بقى عندك ذات الاندفاع وذات الحماس وساعتها توقف القصة عم بادئك بدك تحسن أو بدك تفشل وهون بدك تشوف اذا معك خمسين مليون دولار الدي راح يكون البطن ملان مش بس راح يكون البطن ملان راح يكون الاكل واصل للأوذوف فاج فاصلا همته راح تتقل وما في دافع نفسه لا يحسن مثل اللاعب اللي يوصل على ريال مدريد خلص اكتر فريقي يدفعوا مصاري فبتلاقي انطفى او بطن مبين هلا مشكلهم في منهم يتغيروا طموحاتهم ليتعادلوا مع موقفهم بس شفنا اول اللاعب جابو مكسر كيف انطفوا طموحاته لانه حقق عقد اكتر من خياله شو خمسين مليون دولار ليعمل ستريم بطن الزلم عم يفكر بالستريم سنو عم يفكر انه بعد هالسنتان ثلاثة كيف بدي يصرفه للخمسين مليون يفكروا فيها معوى سبعين سنة ليصرف الخمسين مليون سيخلصهم بده يخطط هلا اكيد مايكروسوفت عم براهنه انه اذا جابوله منافس لنينجا هيدا الشيء سيحسن الويب سايت تبعهم في اشيء من الحديث انه اكيد رح يصير في مقالات شراود سبق نينجا على ميكسر نيو كينج اوف ميكسر او مثلا بعد شهر شراود ما قدر سبق نينجا وهلا قصص انه صار في شوائه اتحيات على الويب سايت بس هو لحق خمسين مليون دولار على الراس اول شخص ان اذا ليروح على ميكسر هو دكتور ديش ريسباكت ومن بعد مغادرة نينجا وشراود طلعوا وعطا رأيه وصرح انه العرض اللي كانوا عارضينه على ميكسر ما قبله مع انه كانت مبالغ اكبر بكتير من العرضه على شراود وعى نينجا وليه ما قبل؟ لانه اصلا ارقامة ميكسر مفبركة ميكسر تتداعي انه عندي 30 مليون شخص شهريا بيحضر ستريم بس فعلا بس تفتح الاكسبوكس طبعك بتلاقي ميكسر بالواجهة وبيك في اللاعب يدور الاكسبوكس طبعه لتسجل المشاهد واذا بس بنحسب الاكسبوكس وان فيه 43 مليون واحدة بالسوق وحتى عدد التعليقات كتير قليل بالنسبة له الرقم يعني واضح ان لو حتى 30 مليون هل 30 مليون ما انهم عالم عم تحضر وتشارك وتتفاعل هو لعالم قطعه مرور الكرام وفله من ثاني ميلة تويتش عنده 30 مليون مشاهد مختلف كل يومان مشكل شهر بس هاي دي ما بتسمعها بالاعلام لانه بتفرجي عن جد ادي حجم ميكسر و ادي حجم تويتش و تويتش بيومان بتعمل الارقام اللي بيقولوا ميكسر عم بيعملوها بشهر لتفهموا اكتر حجم تويتش تويتش رقم 41 عاليستة اشهر ويبسيتات بالعالم 41 بالعالم ميكسر دي ويبسيت رقم 414 بامريكا ببلده الام يعني دراد لان ادي معصف لانه اول من علن انه شراود نقل ميكسر اجاني خمسة وستين الف ميكسر عم بيقلولي فيه دراد شراود نقل على ميكسر يعني عم بيأكله السوق انا بقلكم شو هياكله اذا بنعمل ذات مقارنة الارقام اللي عملناها مرة الماضي منشوف انه ميكسر من بعد نقلت شراود صاروا يجمعو تسعة مليون فلاورز بين اول خمسة وعشرين ستريمر عندهم منشيل نينجا و شراود من ارقام تويتش ومنشوف انه اول ثلاثة وعشرين ستريمر يجمعو خمسة وسبعين مليون فلاورز نينجا لحاله على تويتش سبعتاشر مليون فلاورز دوبل قد ما هو وكل البقية عندهم عم بيكسر بس دراد شخصين ادروا يجبو مليونين فلاور جداد عم بيكسر بالمئة مليون دولار اصطرفوه على نينجا و شراود يشتري لك مليونين شخص يقعدوا يحضروك كل حياتك ويكتبو لك كومنتس كمان ويعملو لك لايك وسبسكرايب ويرنو الجرس لا بد انفهم غلط بولا شكل من الاشكال تجيب مليونين شخص على ويب سايت هو فشل بس مقابل كان فيهم يعملو بذات المبلغ كان فيهم يعملو اكتر بكتير خصوصا انو هالصرف الهائل على المصاري لازم يكملو فيه اذا ماشيون بستراتيجية واذا استراتيجية بتتضمنك اول شهران تصرف مئة مليون دولار الله يسترشوا جاية بعدان يعني سنتان زمان بيكونوا كبوا مليارات يشترى تويتش از الهدف يصرفوا مليارات كان فيهم يشتروا ثلاثة بالمية من تويتش شو بيطلع لك بثلاثة بالمية من تويتش هتلا نشوف مقدر تجيب ارقام ارباح الا من 2014 لانه بوقتها صارت النقل على امازون وبسنته عملو واحد فستة مليار دولار ارباح من نقطة الهلق كبرت تويتش كتير بس خيانا احتبر انو بعضهم ذات المبلغ اذا ميكسر راحوا هلق دفعوا مئة مليون دولار لتويتش واخدوا ثلاثة بالمية كانوا عملو خمسين مليون دولار بالسنة شراوا دونينجا حيعملو لهم خمسين مليون دولار بالسنة وساعته كانوا استحوذوا عشاق كبيره من اكبر سريمينج بلاتفورم بدل ما يعملوا بلاتفورم يحرقوا مساري عليه ويكبوا مساري عليه بلا طعمه ما عام بتدعي ان بيفهم اكتر من مايكروسوفت وانه عندهم مخطط مهور وانه مليارات راح تنكب بس اذا باخر المطاف من بعد ما يكبوا هالمليارات ما قدروا يصبقوا تويتش وانه سيستلموا السوق شخصيا بشوف انه هالنقلات ما راح تعيش ميكسر بس راح تموت الستريمرز اللي عم بيناقلو الا اذا كان وراهن مخطط مهور وانه ما عم بيفهمو وعم بجمعوهن لستريمرز واحد وانه وانه اخر شي بجونا مثلا بشو ما حدا فهمان شو هو على ميكسر ما بعرف بدا ننطر ونشوف حالك لحالك معكم درلال شاركوه وصلاحيه 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 اشتركوا في القناة